أقيم اليوم مؤتمر صحفي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة السيدة كاتلينا ديبانداس وذلك في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف وقد أكدت خلال المؤتمر على الخطوات والجهود الكويتية التي اتخذت بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة سيما في مجالي الحماية الاجتماعية والقانونية والسعي الدائم إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع والذي يأتي ضمن رؤية الكويت التنموية 2035 خلال زيارتي هنا أتيحت لي الفرسة لأقيم أوضاع المعاقين في الكويت وإعطاء النصائح لتطوير أوضاعهم في البداية أود أن أواضح الجهود التي تقوم فيها حكومة الكويت في هذا المجال كدمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال مشاركتهم في رؤية الكويت 2035 ومن الخطوات المهمة كذلك تحسين الدعم من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ترجمة نانسي قنقر